رسالة تؤكد مرة أخرى حرص فخامته على ترقية العلاقات الثنائية والتعاون الثنائي وكذلك رسالة الاعتزاز بالمستوى ليوصلوا للتعاون الثنائي في مختلف الأسعادات سواء في الملف المتعلقة بالذاكرة سواء بالملفات المتعلقة بالتعاون منها على سبيل المثال مشروع تأسيس صندوق اقتصادي أو صندوق استثمار مشترك وعندنا كذلك لقاء عن قارين في شارجويليا للهيئة التي تتابع الملفات الاقتصادية الكوميفا فمن هذا الجانب الحمد لله لقاء آخر يضاف إلى باقي اللقاءات الجزائرية مع السلطات الفرنسية منذ وصول الرئيس مانوي الماكرون للحكم المناسبة كانت حول الملف الليبي ومحاولة التقريب بين الإخوة الفراقاء من أجل الوصول إلى حل توافقي لإنهاء الصراع المرير الذي أطال عمر الأزمة الليبية خاصة مع تدخل أطراف أجنبية تريد الانتصار لمصالحها الخاصة على حساب الدم الليبي الذي يراق يوميا في طرابلس وبنغازي ودرنا خصوصا فيما يخص الندوة الليبية الندوة باريس حول ليبيا كانت كذلك نعتبره في الجزائر وهذه النظرة التي كانت لسيادة رئيس الجمهورية عبدالعز بوتريقة التي كلفتني أن نجي المثله في هذا الحادث أعتبرناها أنها فرصة إضافية في مسار الجهود الدبلوماسية لترقية حل سياسي وسلمي في ليبيا لقاء الوزير الأول أحمد يحيى مع ماكرون في باريس كان فرصة للحديث من جديد عن العلاقات بين البلدين والتي وصفها أويها بأنها جيدة على مختلف المجالات والعصيدة ورسالة الرئيس بوتفليقة تؤكد الاعتزاز بمستوى التعاون الفرنسي الجزائري وعلى رأسه مشروع تأسيس صندوق استثماري مشترك خبراء اقتصاديون تساءلوا عن جدوى هذا الصندوق وفرنسا لا يشق لها غبار في الاستثمار بالجزائر فهي الأولى خارج المحروقات باستثمارات مباشرة بأكثر من ملياري أورو وهو ما تترجمه 500 شركة فرنسية ناشطة في الجزائر على غرار رونو وسانوفي وألستوم وغيرها من المسؤول عن الرغبة الملحاحة في فتح المزيد من الأبواب لفرنسا دون غيرها وإلى متى يحظى الفرنسيون بهذه المكانة المرموقة تساءل آخرون لقاء يهي مع ماكرون آتا في وقت صعب حيث الأزمة المالية الخانقة وتراجع إرادة النفط وضعف القدرة الشرائية للمواطنين وتدهور الدنار الجزائر أمام باقي العمولات كل ذلك أدى إلى جبهة اجتماعية على صفيح ساخن وما إضراب الأطباء المقمين الذي دخل شهره السابع إلا نموذج على تصاعد الغضب الاجتماعي أمام ما يوصف بتعنت الوزارة الوصية وعدم اعترافها بمطالب الأطباء التي يرونها مشروعة إضافة إلى التذمر المتزايد لدى الشباب البطالين وعلى رأسهم الطلبة الجميعيون الذين كان قد اصطفى الآلاف منهم أمام المركز الثقافي الفرنسي بالجزائر العاصمة في مشهد فاضح لسياسات الحكومة وفاشلها الذرية في استعاب طاقات البلاد وسواعيدها وإذا كانت فرنسا قد انتبه شيء من القلق حول ضياع بعض الفرص الاستثمارية من يدها لمصلحة شركات أمريكية في ميدان المحروقات خصوصا فإن الانشغال الفرنسي قد ازداد أيضا حول حال المؤسسات المترهلة في الجزائر والتي توصف بأنها دستورية الرئيس مريض وعاجز عن أداء مهامه القانونية وما خرجاته المتقطعة إلا ذر للرماد في أعين الجزائريين الذين صاروا يشفقون عليه أكثر من أي وقت مضى في مقابل من يريدون له مزيد من العهدات المثيرة للجدل ورغم أن فرنسا تعلم أن وضع الجزائر مفخخة على أكثر من صعيد لغياب الشرعية وفساد المنظومة الحاكمة وضعف المعارضة والنخبة لكنها ماضية في طريق الحفاظ على مصالحها أولا انتهى زمن المسكنات الذي بدأ مع عهدات بودفليقة فشراء السلم المدني أصبح مستحيلا ولا حل اليوم إلا العودة لدولة القانون والمؤسسات وإعادة الشرعية للشعب فإلى متى سترضى فرنسا بهذا الواقع المرير تساءل كثيرون سترجمة نانسي قنقر شكرا لجمعات الحزنة قبل قنقر شكرا لجمعات الحزنين اشتركوا في القناة